بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في الجزء الأول من إثراءات منهج الجغرافية أنا وأنتم نبتدئ بالوحدة الأولى التي كانت بعنوان علم الجغرافية وأول درس هو مفهوم علم الجغرافية في هذا الدرس تعرفنا أنا وأنتم على تعريف علم الجغرافية ولماذا ندرس جغرافية وفروع هذا العلم وأيضا علاقة علم جغرافية بالعلوم الأخرى كما تعلمون أنها كلمة أصلها أغريقية تتكون من جزئين وبعد ذلك تحدثنا وتكلمنا وأنا وأنتم تعرفنا على كيفية تطور هذا العلم وارتباطه بالعلوم الأخرى السؤال الذي سألناه في هذا الدرس لماذا ندرس علم الجغرافية لعدة أسباب فهم النظم، فهم التنظيم المكاني، التعرف على التوزيعات المكانية على كافة المستويات أيضا بنائي الوصول إلى أحكام صائبة وهو صلب علم جغرافية بالإضافة إلى اكتساب مهارات جغرافية كما تعلمون الملاحظة رسم الخراءة ممتازين أحسنتم إلى أن وصلنا إلى معرفة الأسئلة التي يطرحها هذا العلم أي ولماذا وكيف فروع هذا العلم أبنائي يتفرع إلى فرعين أساسيين هما علم الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية لكل منهما فروع أبناء وبناء الطلاب تتفرع تحت هذا العلم وهذين العلمين ولهما منهجية في الدراسة وينقسم هذا الفرعين الأساسيين إلى فرعين ثانويين الجغرافية الأصولية والجغرافية الإقليمية ومن ثم تعرفنا أنا وأنتم كما ذكرت لكم على فروع المجغرافية الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية بعد ذلك تعرفنا على كلمة إقليم وما هي إقليم أيضاً أبناء وبناء الطلاب تعرفنا على فروع الجغرافية الطبيعية مبتدئاً بالجغرافية أو جغرافية المياه ومنتهية بجغرافية البحار والمحيطات ومن ثم تعرفت أنا وأنتم على الجغرافية البشرية ابتدأنا بها بجغرافية النقل وانتهينا أو كانت منتهية بالجغرافية الطبية وللإقليم مهمة كبيرة معرفته لأنه من خلاله نستطيع معرفة جميع الجوانب الجغرافية سواء كانت بشرية أو طبيعية أو طبيعية أو بشرية إذن علاقة ما هو علاقة علم جغرافي تعرفت أنا وأنتم علاقته بالعلوم الأخرى على سبيل المثال الجغرافية المناخية واعتمادها على علم الأرصاد وتداخل هذا العلم بالعلوم الأخرى كعلم النبات وغيره والاقتصاد فهي علوم متداخلة ومرتبطة مع بعضها البعض هذه أفرع علم الجغرافية الجغرافي الطبيعية وتقنيات الجغرافية والجغرافية البشرية ومن ثم تعرفت أنا وأنتم على تطور علم الجغرافي وفي هذا الدرس كيف تطور علم جغرافي من عهد القدمة إلى وقتنا الحاضر والجغرافية في عهد الكشوف الجغرافية وعلم الجغرافية الحديثة كيف التطور؟ حيث بدأ الفلاسفة يفكرون في العالم ومن ثم تطور رويدا رويدا إلى أن وصلنا في العصر الإسلامي وما حدث من تطور على كافة جوانب علم الجغرافية وأيضا الخرائط الذي برع وأبدع بها المسلمون حيث هم أول من رسم هذه الخرائط بشكل أو بالألوان وأيضا قبل ذلك الغريق حينما قالوا وتحدثوا عن كروية الأرض أيضا أبناء وبناء الطلاب كان للرحلات والكشفات الجغرافي دور كبير في هذا العلم ومن ضمنها الرحالة أبناء وبناء الطلاب الذين استطاعوا أيضا إثبات كروية الأرض الجغرافي في عصر الكشوف الجغرافية له دور كبير أبناء كما ذكرت لكم في علم الجغرافية ومنها أبناء كولومبوس الذي وصل إلى العالم أو ما سمي بالعالم الجديد وأيضا دخولهم وتوغلوا برتغاليين في المحيط الهندي ومنها اكتشاف رأس الرجاء الصالح وغيرها أيضا اكتشافهم للمحيطات والقارات الجديدة منها أو كان كله ذلك من الكشوف الجغرافية علم الجغرافية الحديثة في منتصف القرن التاسع والعشرين انتقلت الجغرافية من مرحلة جديدة من مرحلة قديمة إلى مرحلة جديدة حيث تبلورت هذه الأفكار وأصبحت تستند على نظريات مهمة وأدى ذلك أيضا أو ساعد على ذلك التطور العظيم في المعلومات الجغرافية والتقدم التقني الذي ساعد في تطور هذا العلم أيضا كما تعلمون أبنائي العلاقة بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيهما كانت نظرياتهم تقوم على أسلوب ما يسمى بالحتمية البيئية والنظرية المكانية وهما أسلوبان أبناء وبنات الطلاب اتبعهما الجغرافيين هذه الحتمية البيئية كانت تتحدث أن النظرة البيئية وهي نظرة فلسفية تؤمن بماذا؟ أحسنتم بسيادة الطبيعة بينما النظرة المكانية تؤمن بأن المكان هو من يؤثر أبناء وبنات الطلاب على الطبيعة البشرية علم الجغرافية عند المسلمين أبناء وبنات الطلاب تعرفنا في هذا الدرس على دور المسلمين في تطور هذا العلم كعلم الجغرافية والجغرافية الفلكية والإقليمية والجغرافية الطبيعية الجغرافية عند المسلمين كما تعلمون أبناء وبنات الطلاب كان للجغرافية كغيرها من العلوم جانبا من الاهتمام والتطور لدى المسلمين والذي ساعد على ذلك وجود بعض العلوم المرتبطة بعلم الجغرافية مما ساعد على تطورها ممتازين الفرائض أو فرائضة الإسلامية كالصيام والحج وغيرها تعريب العلوم أيضا لتساعد دولة الإسلامية في ذلك الوقت ومساحة البلدان الإسلامية أدى إلى تطور هذا العلم الإسدهار الإقتصادي والنشاط الإقتصادي أيضا بالإضافة إلى إبداع المسلمين في حضاريا وهذا ظل بظلاله على علم الجغرافية مما أدى إلى تطوره وتقدمه أبناء هذه بعض العلوم التي ذكرناها وكان للمسلمون إسهام فيها كالجغرافية البشرية منها المصنفات كالاسترلاب الذي أنشأه أو اخترعه أبو عيسى الاسترلاب أيضا الخوارزمي ومضعه من أبناء من جداون الرياضية ساعدت على الحسابات الفلكية وغيرها أبناء من العلوم ومن العلماء الذين طوروا وساعدوا في تطوير هذا العلم أيضا هناك بعض الأمور التي عالجتها المصنفات الفلكية عند المسلمين شكل الأرض ممتازين أحسنتم تحديد المواقع الفلكية أيضا من العلوم الجغرافية الأقليمية ساعد المسلمون فيها أيضا أبناء وبنات الطلاب الجغرافية الطبيعية التي ساعد المسلمون وكان للمسلمين يدا في تطورها وأيضا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لعلم الجغرافية أيضا عملت هذه الرؤية على تعزيز وترسيخ وتطبيق مبادئ الإسلام السامية من خلال المحافظة على البيئة وتحقيق رؤى وأهداف خطط التنمية ومن خلالها رؤية المملكة أو عقد ملتقى الملتقى الذي تحدث عن البيئة الجغرافية برؤية 2030 وكان منظما ومنسقا من جامعة الأميرة نور بنت عبد الرحمن بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وزراعة وكانت بمشاركة جهات حكومية متعددة بعد ذلك تعرفنا أنا وأنتم على أجرام السماوية منها المجرات والسدم وأجرام شبه نجمية والنجوم وتجمعات النجوم تعرفنا على أجرام السماوية تعرفنا أيضا على المجرات ابناء وبنات الطلاب والسدم وأجرام الشبه نجمية ما هي أيضا أبناء وبنات الطلاب تعرفنا على النجوم والتجمعات وما هي التجمعات النجوم ومن ثم أنا وأنتم انتقلنا إلى المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية وتعرفنا عليها ما هي السنة الضوئية والوحدة الفلكية وتعرفنا أيضا على حركة الشمس وأيضا المجموعة الشمسية وما هي المجموعة الشمسية ممتازين أحسنتم هي التابعة لمجرد درب التبان الممتازين وأولاها وأول مكونات المجموعة الشمس أحسنتم ومجموعة الكواكب حيث تعد ثمانية كواكب مبتدئة أبناء ممتازين حيث لها تصنيف وخصائص معينة كواكب المجموعة الشمسية ومجموعة كواكب الأتويد أبنائي تعرفنا عليها وما هي خصائصها أيضا تعرفت أنا وأنتم على مجموعة الأجسام الفضائية الصغيرة ماذا يقصد بها أحسنتم هي تشمل كل الأجرام السماوية الباقية التي لا ينطبق عليها خصائص الكوكب ولا خصائص كوكب البلوتويد وغيرها من هذه الخصائص والأقمار وتعرفت أنا وأنتم على السنة الضوئية والوحدة الفلكية هذه أبناء وأبناء الطلاب مصور أو جدول يبين لنا أبناء أحسنتم مدة الدوران ومتوسط البعد وعددة التوابع والحجم بالنسبة للأرض مبتدئا بأقرب كوكب للشمس إلى أبعد كوكب وكان أقرب كوكب ومتازين عطارد وأبعدها متازين نبتون حركة الشمس والمجموعة الشمسية تعرفنا كيف تتحرك الشمس داخل مجرد دربة تبانة وحركة الكواكب مع الشمس تعرفت أنا وأنتم على طريق الدوران الكواكب أيضا بعد ذلك انتقلنا إلى الأجرام السماوية الأخرى منها الكويكبات والشهب والنيازك والمذنبات الكويكبات تعرفنا عليها أبناء وأبناء الطلاب ومن ثم تعرفنا على الشهب أحسنتم والنيازك وبعد ذلك تعرفنا على الصخور النيازك ما هي النيازك ومن ثم تعرفنا على المذنبات ما هي المذنبات ومن ثم انتقلنا إلى القمر وتعرفنا في هذا الدرس على الشهر النجمي والشهر القمري أبناء وأبناء الطلاب وأوجه القمر وكيف يحدث خسوف القمر وكسوف الشمس وتعرفت أنا وأنتم على كيفية حساب النجمي الشهر النجمي والشهر القمري وأوجه القمر ما هي أو ما كيف تظهر لنا وكيف نعرفها بمسمياتها ومن ثم تعرفنا على آلية حدوث خسوف القمر كيف يخسف ومن ثم تعرفنا أنا وأنتم على كسوف الشمس وأيضا لرؤية المملكة هذه الرؤية المباركة 2030 أيضا لم تغفل عن الكون وما يدور فيه حرصا من الهيئة السعودية الفضاء على أن تؤهل كوادر ممتازين وكان لها عدة برامج كلها تأتي تحت مظلة الرؤية هذه الرؤية المباركة ومن ثم انتقلنا أنا وأنتم إلى الوحدة الثالثة المتضمنة على عدة دروس مبتدئة بشكل كوكب الأرض ومنتهتا أبناء وبناء الطلاب بالدرسة الثاني عشر وهو سباب حدوث الفصول المناخية أولها شكل كوكب الأرض تحدثنا عن أبعاد الأرض وقوة الجاذبية أيضا أبناء وبناء الطلاب تحدثنا أيضا أن الأرض لماذا هي الأرض غير دائرية وغير كاملة الاستدارة بل هي منبعجة ومفلطحة من عند القطبين ومن ثم تعرفنا على أبعاد الأرض كما هم وضح لنا في هذا الصورة وأيضا تعرفت أنا وأنتم أبناء على قوة الجاذبية ومن ثم ننتقل إلى أو انتقلنا وتعرفنا على الدرس التاسع حركة الأرض ونتائجها وتعرفنا على أدلة دوران الأرض وحركة الأرض ونتائجها من أدلة دوران الأرض أبناء وبناء التطلاب تعرفنا عليها أبنائي أيضا على حركات الأرض ونتائجها كما تعرفنا أن الأرض ثلاث حركات حولها ممتازين إلى حركاتها داخل المجموعة الشمسية مع بقية الكواكب أيضا من ضمن الحركات الأرض حركتها وحل محورها ممتازين التي يتولد أو تكون خلال 24 ساعة ويتولد منها أو يتولد عنها الليل والنهار الدرس العاشر نتائج حركة الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار انحراف الرياح أيضا انحراف الأجسام المنطلقة جوا فوق سطح الأرض وأيضا انبعاج الأرض وفلطحتها من ضمن النتائج تعاقب الليل والنهار انحراف الرياح والتيارات المائية أيضا ابناء وبناء الطلاب انحراف الأجسام المطلقة أو المنطلقة جوا فوق سطح الأرض وأيضا انبعاج الأرض وفلطحتها ومن ثم تعرفنا على حركة الأرض حول الشمس وما ينتج عنها حركة الأرض كما تعلمون أبناء وبنات طلاب أنها تدور كما ذكرنا أنها تدور خلال 24 ساعة حينما تتحرك حول محورها وحينما تتحرك حول الشمس خلال 365 يوم وربع اليوم وأيضا مركزة مدار الأرض النتائج المترتبة على حركة الأرض حول الشمس ومن ثم انتقلنا إلى الدرس الثاني عشر أسباب حدوث الفصول المناخية كيف تحدث أو ما هي أسبابها ودوران الأرض حول الشمس وما ينتج عنها وأيضا ميل محور الأرض وتأثيره على حدوث الفصول المناخية وثبات هذا الميل في اتجاه واحد وفي درجة واحدة وتأثير ذلك على حدوث الفصول الأرض ومن ثم تعرفت أنا وأنتم على الفصول المناخية الشتاء والربيع والصيف والخريف وأيضا رؤية المملكة العربية السعودية التي لم تغفل كوكب الأرض وأهمية هذا الكوكب وغيرها من المؤتمرات والندوات التي عقدت بخصوص كوكب الأرض ومن ثم انتقلنا إلى الوحدة الرابعة التي من خلالها تعرفنا على طبقات الأرض وانتهينا بهذه الوحدة بتضاريس الأرض الرئيسية وفي أولى درس هذه الوحدة تعرفنا على طبقات الأرض صخور القشر الأرضية أهمية الصخور وأثرها على تشكيل سطح الأرض كما تعرفنا على طبقات الأرض النوات وما يتبعها أو كم تنقسم ومن ثم غطاء النوات الذي يلي أبناء وبناء طلاب النوات ومن ثم القشر الأرضية هي الغطاء الخارجي أيضا تعرفت أنا وأنتم على صخور القشرة الأرضية وأنواعها كما تتألف كما ذكرنا أبناء من خلال هذا المصور هناك الدرع العربي والرفع العربي بالإضافة إلى صخور بركانية هي ما تتكون منها صخور المملكة العربية السعودية أهمية الصخور تعرفنا عليها بما يؤثر على نوعية التربة أيضا تعتمد بعض الأنشطة الاقتصادية على نوعية الصخور ومن ثم الدرس الرابع عشر حركة القشرة الأرضية كما تحدثنا عن الصفائح التكتونية وكيف تتحرك ونظرية الصفائح التكتونية من خلال حدود التباعد وحدود التلاقي وحينما تلتقي صفيحتان أبناء كما ذكرنا صفيحتان كالتقاء صفيحة محيطية بصفيحة قارية وماذا يحدث وإذا التقات صفيحة قارية بصفيحة أخرى ماذا يحدث وماذا ينتج لنا وحينما تحدثنا عن الصدوع أو التصدع ومن ثم انتقلنا إلى العمليات الباطنية المؤثرة في شكل سطح الأرض كما تحدثنا عن عمليات باطنية وعمليات خارجية أولها والعمليات الباطنية هناك عملية باطنية بطيئة الحركات التي تحدث بشكل بطيء جدا كالالتواءات والصدوع ومن ثم تعرفنا على التواءات وتعرفنا على الصدوع والانكسارات وماذا ينتج عنها وتعرفنا أنها تحدث خلال مدة طويلة جدا ومن ثم انتقلنا إلى الفجائية كالزلازل والبراكين وتعرفنا على الزلازل وما هو تعريف الزلازل أبناء وابناء الطلاب ومن ثم تحدثنا أنا وأنتم عن البراكين أو كيف تقاس الزلازل قبل ذلك وما هي الأمور التي تحدث قوة الزلزال ومن ثم انتقلنا إلى البراكين تعريفها وأنواعها ثائرة هادئة خامدة ما هي الأثار المترتبة على البراكين ومن ثم انتقلنا إلى الدرس السادس عشر العمليات الخارجية لتشكيل سطح الأرض حيث انقسم تجوية ممتازين وماذا أحسنتم تجوية كيميائية وتجوية فيزيائية وعمليات تعريف وما هي العوامل التي تؤدي أبناء ممتازين إلى عمليات التعريف هناك كلمية الجارية والرياح والجليد المتحرك أيضا هناك عمليات الإرساب حينما تضعف عمليات التجوية والتعريف تحدث عمليات الإرساب التصحر وزحف الرمال وآثاره أبناء وأبناء الطلاب ومن ثم انتقلنا إلى تضاريس أو التضاريس الرئيسية على سطح الأرض حيث تنقسم إلى ماء ويابس وتعرفنا ما هو اليابس وما نسبته وما هو الماء وما نسبته وما نسبة كل منهما عن الآخر وما هي الكتل أو كتل اليابس الرئيسية مبتدئة بآسيا ومنتهيئة بالأقيانوسية أو أستراليا ومظاهر السطح أبنائي كالجبال وأنواعها والهضاب والنجود أيضا بأنواعها والسهول أيضا والأودية والأنهار وما هي فوائد التنوع التضاريسي إذن وبذلك أبنائي وأبنات الطلاب ننهي أنا وأنتم الجزء الأول من إثراءات مادة الجغرافية شكرا ومقدرا تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح شكرا ومقدرا